اليوم هو الصمت الانتخابي ويتواصل حتى الغدوة إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع ومركز اقتراع في المقابل اليوم فما بعض الأخبار والعنوين من هنا وهناك على الانتخابات الرئاسية اللي تتواصل عملية الاقتراع في الخارج لليوم الثاني على التوالي وغدوة نهار الثالث وبالنسبة التونس غدوة بشكون الموعد مع الانتخابات الرئاسية اليوم نحكيه على انتظارات التوينسا من الرئيس المقبل شنو انتظاراتهم من رئيس الجمهورية هذا عمل قامت به جوهر افين ما تقول انه فما عدد من التوينسا عبروا على تطلعاتهم وانتظاراتهم من رئيس الجمهورية المقبل قالوا في تصريحات الجوهر افين اليوم يحبوا الرجل المناسب في المكان المناسب حسب قولهم اضافوا زيدانو من اوكد اولوية رئيس المقبل كبح جنون الاسعار ومقاومة الاحتكار والمضاربة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي اضافة الى العمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة طالبوا ايضا بتحسين خدمات المرافق الاساسية من صحة ونقل واصلاح منظومة التعليم والادارة العمومية ورقمنة الخدمات وتبسيطها ودعاوا ايضا الى الاهتمام بالشباب والانصات الى مشغلهم واجد الاليات الكفيلة بادماج العاتلين عن العمل في مجال سوق الشغل في هذا الخصوص نرجع على صلاحية رئيس الجمهورية يعني منصب رئيس الجمهورية التونسية حسب دستور جويليا 2022 عدة فصول من دستور جويليا 2022 تحدد صلاحية رئيس الجمهورية اللي يترأس حسب الفصل 87 الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يضبط حسب الفصل 100 السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهة والاقاليم ويسند له الفصل 101 صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية اعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها كما ينهي رئيس الجمهورية حسب الفصل 102 مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة الفصل 91 من الدستور يقدم رئيس الجمهورية بأنه الضامن لاستقلال الوطن وسلام التراب والاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو الذي يسهر على السير العادي للصلة العمومية ويضمن استمرارية الدولة ويترأس مجلس الأمن القومي بحسب الفصل 94 فإنه رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعتمد ممثل تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثل الدول الأجنبية لديها يخول له الفصل 98 إشهار الحرب وإبرام السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب كما أنه يتمتع حسب الفصل 99 من الدستور بحق العفو الخاص ويختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسب الفصل 103 من الدستور إلى جانب السهر وفق الفصل 104 على تنفيذ القوانين وممارسة السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزء منها لرئيس الحكومة من الصلاحية الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص الفصل 96 من الدستور صلاحية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيين الجمهورية وأمن لبلاد واستقلالها ويتعذر معها السير العادي لدوليب الدولة ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم كما يمنح الفصل 97 لرئيس الجمهورية صلاحية أنه يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطة العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك مخالف للدستور أيضا من صلاحية رئيس الجمهورية حسب الفصل 106 إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة اللي قد يفوذ له رئيس الجمهورية بأمر القيام بمهامه بصفة وقتية إذا ما تعذر عليها القيام بوظائفه باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهة والأقاليم حسب الفصل 107 من الدستور ويتمتع رئيس الجمهورية وفق الفصل 110 بالحصانة طيلة توليه الرئيسة وتعلق في حقه كيفة أجل التقادم والسقوط ويمكن استأنف الإجراءات بعد انتهاء مهامه كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أداءه لمهامه وهذا العمل حسب نصوص الدستور واللي قامت به ويكيدة تونس أفريقيا للأنباء في الكيف تركيز 10 خيام للناخبين في المناطق التي لا توجد بهم مدارس حيث انطلقت اليوم الصباح عملية توزيع المواد الانتخابية انتلاقا من المخزن الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة الانتخابية بالكيف نحو مركز الاقتراع بتأمين من المؤسستين الأمنية والعسكرية يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجهة 23346 مركز الاقتراع عددها 209 إضافة إلى 282 مكتب اقتراع وتم تركيز 10 خيام لتقريب وإتاحة الفرصة للناخبين في المناطق اللي ما فيهش مدارس فما 3 خيام في معتمدية الطويرف زوز خيام في معتمدية قلعة سنين زوز خيام في معتمدية القصور خايمة واحدة في كل من معتمدية الكيف الشرقية والكيف الغربية ونبر في سوسة إحالة مخلفات انتخابية على نيابة العمومية حيث قالت المكلفة بشؤون القانونية في الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة ريم محجوب قالت إنه عملية توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع عددها في سوسة 193 مركز اقتراع و 516 مكتب اقتراع المركز هو المدرسة والمكاتب هما الأقسام اللي في وسط المخصين للانتخابات تقول قد جرفت على الانتهام